مباشرة من مدينة الطروضة أهلاً ومرحباً بكم معنا فهد البتل مباشر مباشرة من مدينة الطروضة مع يونس بن منلل ومن لا يعرفه يونس بن منلل اليوم سنعرف معها التوقعات أو هدية التوقعات يقول لنا بلسانه حول مباراة المنتخب الوضع المغربي المنتخب الاسود المنتخب الأبطال اللي اليوم عنده واحد مباراة قوية على نظره الجنوب إفريقي فهنخليكم مشاهدينا الكرام مع يونس بن منلل باش بلا ما نطول عليكم واللي غاد يعبرنا على الشعور ديالو قبل مباراة المنتخب الوضعي على نظره جنوب إفريقي وكذلك غنا نعرف التوقعات ونسبة الأهداف معه ورسالة ديالو الكبرانات أعداء الوضع اليوم يونس بن منلل أعلان وسهلا بك على قناة ليشان السلام عليكم ورحمة الله جمهور قناة ليشان وجمهور العربي كله يتشجع المغرب مرحبا بكم ولم يتشجع نج أشغل نقول لك هم تقولوا إذا كانت لعبان مغرب سنشجعوا له ونقولوا إذا كانت لعبان مغرب سنشجعوا المغرب وعاش سيدين محمد السادس واليوم المقابلة ستكون قوية بكو صراحة نحن المغربة معروفة ولكن وخد تكون قوية نحن واحد المنتخب اللي قوي واحد المنتخب اللي رائع رائع جدا جدا وهذا المنتخب اللي بكل صراحة اللي غاد يحقق واحد الفوز ها بإذن الله غاد يحقق واحد الفوز رائع بإذن الله وخد نقول لكم اليوم غاد يربحوا بجوش بإذن الله وغاد ينفرحوا ضد على اللي متى يحملناش وخحنا عدنا بعض الغيابات اللي اللعابة وبكل صراحة اللي اللي احنا تنعتمده اليوم بزا ولكن ما غنعرفوش كتر من وليد الرقراقي وليد الرقراقي اللي عنده خيبرة وليد الرقراقي اللي عنده الحب دي الوطن المغربي تنتمنى إن شاء الله باش اليوم يفرحنا ويفرح ربعين مليون دي المغاربة اللي غا تفرج اليوم ربعين مليون كبار وصغار أمهات والآباء كل غا يكونوا متبعين كلنا غا نتفرجوا اليوم كنا 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 المغرب كامل بهم الأمن الوطني الدرق الملكي القوة المساعدة كل احنا المغاربة عاش الملك محمد السديث اللي تشجع على الكورة الوطنية وتخرج معانا عقلتون في كأس العالم سيدنا اخ كيف تشيلي يا أخوة بربوحة ان شاء الله اليوم مربوحة ونفرحوا ونضحكوا وان شاء الله سنقوس على ذلك الفارق الذي هو الفارق قاوي ما نقذبوش على الله انا قواس اخوة انا قواس بقول صراحة يعني احنا المغاربة ممكن تصنع شي وحد بشي حاجة يعني عاشوا معايا شير يمكنك تقوس على المنتخب يمكنك تقوس على ذلك الفارق وبإذن الله سوف يغسر ونفرح المغرب ونفرحوا اليوم بإذن الله سوف نفرحوا اليوم وعطي اليوم مع تسعودي الكليل سوف تلعب المنتخب سوف يكون على يقين سوف تفوز العسرة ومصر الحداش سوف تلقى الأعراس والأفراح المغاربة وقال temperature ومفرحوا اليوم وأنساء الله سوف يأخذ الوأس ونفرحوا اليوم ويسأخذ المغرب يبدو المغرب بجوج وشعارنا الله وطن الملك ونفرحوا اليوم والشعب المغربي والملك وكل شيء سوف يفرحون اليوم بإذن الله وعاجة سيد محمد سديس وفوز اليوم كل يوم غاربه يموتون للوطنين يجب أن تتسيرك وكيف تتعليق ماتش سيكون صعيب لديه الحق هذا السيد لا يوجد ميثال وكيف تتسيرك لديه الحق الماتش سيكون صعيب أخويا العزيز أخويا تقول أنك ماتش صعيب لديه الحق هذا الأخ لديه الحق الماتش سيكون صعيب لأن ذلك الفارقة رفيت ربحنا لا نبحناه بش حالة دير نبحناه ولكن نحن يجب أن نكون قويين وما يخلعناه لأننا في كأس العالم برهننا بأننا غلبنا كريستيانو يعني أسود سيقول الكلمة ديه اليوم سيقول الأسود اليوم سيقبل العالمة بكل صراحة ولكن اليوم الأسود سيلعب على الوطن أنا متأكد بأن فارق الوطني اليوم سيلعب على الراية المغربية وعلى الوطن المغربي اليوم مربوحة بإذن الله ويا ربي فرحنا يا ربي فرحنا اليوم يا ربي لا تحرمنا اليوم يا ربي تفرحنا وتفرح سيدنا وصاحب الجلال تفرحوا اليوم يا سيد يا ربي يا ربي تندعي لك يا ربي بأواgrowت لها تفرحن لا تحرمناه ولا تحرمناه لا تحرمناه لا تحرمناه لا تحرمناه نحن لا تحرمناه ونشعر محليا وأشعر في الحياة ونقم التعيش في 2024 سنة سعيدة معنى السبن من الله لا تطفر طيب والمغرب ستربح كيف ينقل إدارة؟ كانوا العباء الأسود مالذي المحمر حمارة روجهة حمارة روجهة وعرضوا الكوب لا تقول الأسود والد رجل ستقول الأسود واب ربي واليوم تربحوا حتى تربحوا حتى تضعوا الكاس المغرب كله للربحات المغرب يريد الكأس لن نتطلب الكأس أن يأتي المغرب هل لديك احساس؟ هل تحسين شعور؟ نحسين شعور هل تحسين؟ إنه أمان بأننا سنفرحوا و نستطيعون أن نستطيعون الربحات المغرب و نتطلبكم إن سيجعون لنا الكأس الإفريقية إن شاء الله ما تحسين الوضع المقوصين عليهم؟ المقوصين عليهم والما حاملين لنا سوف نقول اليوم أنه مغرب كثيرا عليكم ومربوحة بإذن الله الله لا تفرطه وكلمة الأخيرة سنسعيدة شكرا لكم شكرا لكم كيف حالة مدين تار بيضاء مع يونس أشهر قواس في المغرب يونس بن يملال الذي يقول